طيب عندنا كمان خبر عن مايار شريف طبعا بتسيطر تاريخ جديد في التنس المصري الحقيقة النهاردة كمان فيه الإنجاز الجميل للرياضة المصرية ممثل طبعا ممثل فيه مايار شريف النجمة الرائعة اللي وصلت كتابة التاريخ الحقيقة باحتلال المركز رقم 31 عالميا في التصنيف العالمي الصادر صباح اليوم لأول مرة في تاريخ أي لاعب أو لاعبة من مصر الحقيقة إنجاز كبير جدا الإنجاز ده تحقق بعد تتويج مايار شريف بلقب بطولة فالانسيا المفتوحة مبارح عشان كمان يكون اسمها وتكتب اسمها بأحرف من نور بعد ما استطاعت التتويج باللقب السالس لها هذا العام بعد لقبي كولينيا في تشيلي ومركب في كرواتيا علما بأن اللقب ده هو اللقب التامن في تاريخ مايار شريف مايار الحقيقة تخطت الرقم السابق اللي كان في حوزة إسماعيل الشفعي ده طبعا رئيس الاتحاد للتنس المصري بالوصول إلى المركز 34 عالميا ده كان في عام 1975 يذكر إن مايار شارقت في بطولة رولانجا جاروس العالمية منذ أيام وعادت طبعا أفضل إنجاز لها في بطولات الجراند سلام بالوصول إلى الدور الثاني زي ما فعلت قبل كده في أستراليا المفتوحة ده كان عام 2021 كل التوفيق ننتظر الكثير من مايار والمشاركة في طبعا الوينبلدون وإن شاء الله بإذن الله يعني كل ما يشرف مصر الحقيقة لازم بنقف ونسنده والحقيقة نتائج كبيرة جدا لميار وتحقيق ألقاب كثيرة جدا وأرقام قياسية بمستوى عالي طيب نروح بقى مع حضراتكم نشوف الصحافة العالمية وعنوانها قالت إيه في المحترف اشتركوا في القناة